قال المولف رحمه الله شروط الاستجمار ثمانية أن يكون بحجر طاهر نعم هذه شروط الاستجمار أو أن يكون بحجر طاهر إذا لا تستجمر إلا بشيء طاهر ما أستجمر بشيء نجس ما يستجمر مثلا بروث يابس مثلا هذا نجس أصلا لازم يكون بشيء طاهر أو حجر بايلين عليه مثلا هذا نجس متنجس هذا ما يصير فلازم يكون بحجر طاهر نعم منقن منقن يعني ينظف المكان يعني الحجر نفسه هذا تقدر تنظف في المكان ما يكون له كسرات وكذا حيث أنه ما تستطيع تنظف المكان نعم جامد جامد يعني ما يكون مائعا ما يكون مائعا لأن ما ينظف المكان وإنما يكون جامدا نعم مباح ما يكون محرما ما يكون مثلا حجر ملك أحد تأخذ أو تسرقه حتى لازم يكون مباحا نعم أن تكون ثلاث مسحات بثلاثة أحجار أو حجر له ثلاث شعب نعم حديث سلمان قال له يهودي قال إن رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة يقول علمكم رسولكم كل شيء يعني يستهزئ هذا اليهودي يقول علمكم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان بكل فخر قال نعم أمرنا رسول الله أن لا نستجي باليمين وأن لا نستقل القبلة وأن لا نستجي بأقل من ثلاثة أحجار إذن الاستنجاء أو الاستجمار يسمى استنجاء ممكن يقول استنجاء بالحجارة واستجمار بالماء فما يضر ترى استخدام الكلمتين فالمهم أن الاستجمار أقل شيء يكون ثلاثة أحجار ما تكفي حجر واحد لك تكون ثلاثة أحجار وإذا كان كرتون يعني قطعة كرتون ما أقصد كرتون كامل قطعة كرتون تكون ثلاث قطع بالمناديل ثلاث مناديل وهكذا أو يكون الحجر كبيرا تأخذ من ثلاث أطرافها مثلا حجر كبير وتكبر اليد من هذه الجهة من هذه الجهة من هذه الجهة ما في بسات تكون له ثلاث شعب يعني تكون له ثلاث أطراف له ما في مانا أو ثلاث حجار نعم تعم كل مسحة للمحل مثل ما قلنا في الاستنجاء أن يعم المحل غسلات سبع الغسلات كذلك هنا أن تكون كل مرة تصيب المكان الذي خرج منه النجاسة ألا يتعدى الخارج موضع العادة نعم إذا لأن إذا تعدى موضع الحاجة العادة عفوا إذا تعداها خلاص ما يزيل إلا الماء يعني إذا كان البراز لينا مثلا خلاص حاش الفخذ حاش هذا هذا ما يكفي إلا الماء هنا لك حلنا نتكلم إذا كان فقط على حلقة الدبر فهذا الاستجمار على طول أما إذا تعدى أو من حلقة الذكر مثلا تعدى أصاب العضو نفسه الخصيتين أو كذا هذا ما ينطفئ إلا الماء نعم أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء نعم الأثر اليسير هذا الذي لا يزيل إلا الماء خلاص انتهى الأمر نعم